مرحبا بحضراتكم الأستاذ عفاف بتسألناها كانت لابسة النقاب بقالها أكتر من 13 سنة بعد كده بعد فترة الأخيرة دي حاسة بضيق منه فهل لو تركت النقاب واكتفت بيئة زي الشارعي هل تأثم على ذلك؟ وبتقول لأن أنا في وقت ما كنت في عمل فيه اختلاط مع الرجال أنا حجاوب على السؤال وبعدين أصحح بس تعبير عشان تبقى النساء والرجال كل واحد يعرف ما له وما عليه بالنسبة لترك النقاب أو خلع النقاب لا مانع من الاكتفاء بالحجاب الشارعي اللي هو بغطي جسمي كله عداء الوجه والكافين وظاهر القدمين عندما نرأى ذلك يبقى أنا في الحالة دي أنا مغطية كل شيء معدى أني كشفت الوجه يا صاحبة السؤال بالنسبة لأن يبقى لي زمالة في الشغل كل إنسان الرجل يعرف حدوده والمرأة تعرف حدودها ما أقولش إن ده اختلاط أقول ده اسمه لقاء النساء الرجال بالضوابط اللي إحنا عارفنا الأصول المرعية أنا النهاردة ما أجي أقول أس كل لقاء النساء برجال اختلاط لا الاختلاط هو الشيء المزموم اللي معاه بتضيع الأداب والأحكام الشرعية اللي الشرع يعلمها لنا في الراجل إزاي يتعلم مع المرأة الأجنبية عنه وكذلك المرأة في تعاملها مع الرجال لأن المجتمع النبوي الشريف كان يلتقي فيه النساء بالرجال ولكن لقاء محمودا ومضبوطا بالضوابط الشرعية يبقى لقاء النساء الرجال أمر مشروع في ظل أو مع وجود الضوابط الشرعية أما الاختلاط المنهي عنه هو عنده أنه ما فيش بقى أي نوع من الضوابط اللي المفروض اللي من ضمنها ضوابط في المظهر وضوابط في طريقة الكلام وضوابط في النظر وغيرها من ألوان الضوابط الشرعية اللي الشرع الشريف حضيني عليه حبيت بس أن احنا نوضح ونبين هذا المعنى شكرا